ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وايضا نرحب بضيوفنا الكرام فأهلا ومرحبا بكم اعزائي الضيوف ان لليلة القدر منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى بحيث ان الانسان المؤمن اذا احيا هذه الليلة المباركة بالادعية والاذكار والصلاة وزيارة الامام الحسين سلام الله عليه الى بقية الاعمال الواردة في هذه الليلة المباركة فاذا احياها الانسان المؤمن غفرت ذنوبه جميعا يعني ان الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب التي على الانسان المؤمن في هذه الليلة اذا احيا هذه الليلة وهذا ما ورد عن الامام الباقر عليه السلام انه قال من احيا ليلة القدر غفرت ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكايل البحار وايضا عن الامام الصادق عليه السلام قال من اغتسل ليلة القدر واحياها الى طلوع الفجر خرج من ذنوبه فهذه الروايات وهذه الاحاديث وارد عن اهل البيت عليه السلام تبين منزلة ليلة القدر ومن هذه المنزلة ان في هذه الليلة تغفر الذنوب لمن احيا هذه الليلة وايضا من ثواب هذه الليلة المباركة ان الانسان المؤمن المحيي لهذه الليلة المباركة بما ورد من اعمالها فثواب احياؤه لهذه الليلة ان الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في معيشته ويوسع عليه في رزقه بحيث يكون رزق هذا الانسان في السنة المقبلة دارا عليه باذن الله سبحانه وتعالى وهذا ما ورد عن الامام الباقر عليه السلام انه قال من احيا ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسع الله عليه معيشته فاذا ان المؤمن اذا احيا هذه الليلة المباركة فان الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في معيشته شخص ما احسمنا ليلة القدر احسنت سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر ان الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يكون الى السنة المقبلة يعني يقدر في هذه السنة كل ما سيحدث في السنة المقبلة من افزاق وحياة وموت وولد وحجوة الى اخره وهذا ما ورد عن الامام علي عليه السلام انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي اتدري ما معنى ليلة القدر فقال قلت لا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن الى يوم القيامة اذا فان سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر ان الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يكون الى يوم القيامة وفي رواية اخرى حددت ان التقدير يكون في كل كل سنة في سنتها يعني ان هذه السنة يقدر فيها الى السنة المقبلة وهكذا الى بقية السنوات شيخنا بلي تفضل شن احللت القدر احسنت ورد في روايات اهل البيت عليهم السلام ان ليلة القدر تعرف بانها يطيب ريحها يعني الصير رائحة الجو طيبة هذه الليلة تكون رائحتها طيبة وايضا اذا كانت في برد دفؤت يعني الصير الجودافي واذا كانت في حر بردت يعني تبرد وطيب الاجواء فهذه علامات يعرف من خلال هذه العلامات ان هذه الليلة هي ليلة القدر وهذا ما ورد عن الامام الباقر عليه السلام عن محمد ابن مسلم ابن مسلم قال سألت الامام الباقر عليه السلام عن علامات ليلة القدر فقال عليه السلام علامتها ان تطيب ريحها يعني رائحت هذه الليلة تكون طيبة وان كانت في برد دفؤت الصير الاجواء دافئة زين يعني وان كانت في حر بردت فطابت فهذه الليلة تكون لها اجواء مناسبة بها وتكون اجواؤها صالحة للعبادة وصالحة لإقبال الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ومن خلالها يميز الإنسان ان هذه الليلة هي ليلة القدر ثم ان هناك علاقة بين الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين ليلة القدر المباركة شيخنا بل ما هي العلاقة احسنت هذه العلاقة ان الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة متصلة بالأرض من خلال اتصالها بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني ان الملائكة تتنزل في هذه الليلة إلى الامام سلام الله عليه لكن هذا لا يعني ان الملائكة تنزل فقط في ليلة القدر على الامام سلام الله عليه شيخنا بل لش تنزل الملائكة على الامام احسنت الملائكة تتنزل على الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه حجة الله في أرضه وهو الخليفة لله سبحانه وتعالى على العالمين فالملائكة تتنزل على الحجة والخليفة في هذا الزمان والحجة والخليفة في هذا الزمان هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإنما الملائكة تتنزل في ليلة القدر لأجل تقدير ما يكون في هذه السنة يعني ما كتب للإنسان في هذه السنة إلى السنة المقبلة فتتنزل بالأقدار التي ستكون إلى السنة المقبلة هذا في الليلة فقط أما الملائكة فهي مستمرة بالنزول إلى الإمام سلام الله عليه طيلة أيام السنة لأن الفجر الحقيقي الوارد في الآية المباركة سلام هي حتى مطلع الفجر هو ظهور القائم سلام الله عليه هو يعني أن الفجر هو خروج الإمام سلام الله عليه لشيعته وأن يذل أعداءهم وإن شاء الله أن تكونون أنتم من أنصاد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف واتكونون من أعوان والقائمين والمحافظين على دين الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله توفقون إلى أحياء هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى مد وآل محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة